اشتركوا في القناة 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 أحب أن نقول لكم أداء 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 مهدية لا قد يساعد و أستحقائي لا 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 فأداء أداء 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 مهدية لأنه أداء أداء حاشدنا 4 أو 5 أو 6 معامل لن تشترك فكانت الفكر على المهدية وقتها السيد وزير الفلاحة التي قلت له سأقوم بها في الشمال قلت له وهو عنا في الشمال قلت له لماذا في المهدية أولا أنا أداء المهدية نؤمن أن أولاد الجهة يجب أن يبادروا و يستثمروا و يراهنوا و يخاطروا و يعطيوا الإجزامل هذا هام ياسر يجب أن يكون هناك قصرين و تطوي في بنزرط أولاد الجهة يعطيوا الإجزامل هام ياسر و ممتاز و كما قلت هام يعني صعبتها على روحك يعني تخرج من بدي جي و تمشي تعمل مشروع و أين يعمل في المشروع؟ عام 96 عام 97 يعملوا في المهدية كان جاء عنا برشة علي الكلابي روما عنيش مناطق مهمشة أنا نتصورها لو كان جاء عنا برشة أولاد جيها يفكروا في بلادهم روما عنيش برشة مناطق مهمشة علي الكلابي و قصة نجاحه كيفاش بداي إذن بعد ما خرج من لينو مشايا للمهدية كيفاش بداي تحكاية فيتالي في المهدية قصة سي علي الكلابي مؤسس فيتالي اللي هي بالعربي مركزية ألبان المهدية أنا بدي الحقيقة ما كنتش نعرفها راوس معناها مركزية ألبان المهدية وصلنا عائلة كلابي عدى 20 سنوات في الوظيفة العمومية بين أستاذ جاميعي ورئيس مدير عام لينو قرر عام 97 ينطلق في مبادرة خاصة استقال ومشي المهدية وبدأت مركزية ألبان المهدية كيفاش بدايت الحكاية سي علي عندما قررت باش نمشي المهدية بالطبع شاورت عائلتي وزوجتي إلي كانت ديما معايا نحب نحييها بصيفة خاصة وطبع نقول لك عليش بعد وقفت معايا في جميع المراحل أكيد وقفت معايا وقتا اللي خرجنا وكونا ماشيين للولايات المتحدة ماشينا لبو سالم وقفت معايا وقتا اللي خرجت ملينو باش نمشي المهدية ووقفت معايا في شيء أهم أنه أخ حمزة باش تعمل البروجيت يلزمك الفكرة والإيرادة لك يلزم الفلوس صحيح والفلوس فما الفلوس كون أبالي فان بروبر الاستثمار الخاص اللي الكابيتال فما البنوك لكن ثمك يلزمك تجيب أنت فأنا الحق وقتا ما نحبش نقول قداش عندي في كونتو متاعي خاطر ما عنديش فلوس لكن عندي القوة والفكرة والإيمان لا فواء دون البروجيت وقتها ما دام تقول لي معناها عندك ثقة في روحة وذات قولها نوزن كي تبا سيتان ريس كالكوليب ننجي الفلوس احنا في عشرين سنة من سبع وسبعين سبع وتسعين أنا مزوجتي زوز إطارات عليا فضلنا أمتيت أبرتنان في منزه سات ونبنيه في دار ملافهاش في النصر دو قلت لها مدام نبيعوا الأبرتنان ونبيعوا الدار ما يشكل قتل كيفاش تحويشت العمر تحويشت العمر وهذا القرار اللي كان قوي وهنا بالحق معناها عائلتي وزوجتي كانوا معي 100% والحمد لله فحطيناهم البيع وفعلا من حصن حظي والحمد لله أنه قال لي حطيناهم هذوكم دخلت بهم بعشرة في المئة في راس مال شركة فيتالين ولليوم أنا مساهم صغير ولو هي تسمت علي بالضبط المؤسسة بالفكرة الباعة والمؤسسة لكن أنا معناها كأني ملكي لكلها نتصرف كأني ملكي أنا اليوم مساهم صغير ومعايا مساهمين كبار أسبان سويس معايا مساهمين وطنيين كبار لأنها مؤسسة مؤسساتية سويساتية سويسون انتروبريز انستوتيوشونال ليس مؤسسة أشخاص لا يوجد أشخاص هي تسميت عليها بحكم تاريخي معها وعلى اقتباه لذا باعنا أملاكنا وقلت للعائلة لا تنجب أن تعرف على الوقت أنا أنا عملكم أسيرانس فيه بالمبلغ الذي أخذته من الدار والذي باعنا به وفعلا أعملت أسيرانس فيه المرتي أولادي بكل مبلغ هذك قلت لهم لعل وعسى أنصي جميع تستحقوه واذاك عليش تقول أنت ريسك كالكولي أبسوليما والحمد لله ريسك كالكولي أولا أني كنت متمكن من التجربة متاعي ومتمكن من الميدان وهذه النصائح التي نعطيها للشباب يجب أن تكون متمكن من الشيء اللي تحب تعمل لا تغمرش خطر المغامر فما فرق بين المبادرة وما بين المغامر ما تغمرش في معنى ما تمشيش في المجهول تحب سخولي تمشيش في حاجة ما عندك عليها حتى فكرة في حاجة ما تثقفش روحك فيها ما تقراش عليها ما تشوفش كيفيش خادمة كيفيش تعمل إما تكون أنت عندك زاد وتجربة وثيقة كبيرة ولا تستشير لا لسينيور تستشير بعكبر منك اللي سبقت خذت ثم شباب ساعات يقولك لا أنا متأكد وبعد يلقى روحه في وقت لا يلزمك سواء أنت تكون عندك زاد أو تستشير وقصدنا ربي مشيت للمهدية وخاصة أنه وقت اللي ادخلت المهدية كإدارة ومهنة وكل رحبوا بالفكرة وهنا ثم ثلاثة شركات كانوا يسمونه تعوذيات توليو سوستيمتويل على عرق سوستيمتويل الهدى اليوم اللي هي تعوذية دعمتني وقاتل حليبة على ذنبتك وتفضل أنت ولد الجهة وراه نتذكر رئيس التعوذية اللي هو مريض اليوم إن شاء الله ربي يشفي والمدير اللي هو مزال مباشر قالوا لي إذا كما تعملش انت المشروع هذا روا ما يعملوا حد ترددتني أخ حمزة روا آه ترددت ترددت برشا لأنه كانت كمام أنسوه ما نقع بشكو دول فيه ترددت شوية فالسند اللي قيته من العائلة ومن الجهة ومن الشركات هذة قصدنا ربي قصدنا ربي في جوان 97 وقت اللي مشيت المهدية كانت عندي ملف فيها عشرين صفحة دراسة عملها بداية دار اللي خريت مكتب دراسات لشي عملها بداية وكنت معناها اللوج على أرض وكريت دار في المهدية ما عندي حد شي حد شي بداينا من لا شي ففي بعض أسابيع قينا أرض بهكتارين على سبعة كيلومتر على وسط المهدية معناها توا بريسك معناها في البونليو وقصدنا ربي ننجزه في المشروع وقت اللي بديت اللوج على المساهمين جافي لامبراد يشواء تصدقني يا والله يلوموا علي أولاد البلاد وكيفاش نتشاورني شو الطبيب والفارماسيان والعفر وعلاش كنت عندك تجربة جافي لامبراد يشواء لامبراد يشواء وبدأ الإنتاج في ثمانية وتسعين بدأ الإنتاج بعد ثمانتاش نشهر ثمانتاش نشهر بالضبط ثمانية وتسعين بداية الإنتاج وقصة إقلاع فيتالي حبوك برشس يعني من قبلها يبعثوا في المساجات وعرصة من عرص المهدية علي الكلابي مؤسس فيتالي قلنا الإنتاج بدأ في ثمانية وتسعين بدأت المغامرة فعلا سهلة كانت بداية الإنتاج فعلا ما كانش سهلة وهنا نستحضر حاجة أني كنت نخرج بداية بدأنا بخمسين ألف لتر في اليوم خمسين ألف لتر اليوم نعمل اللي هي تتسمى نعمل سيبتي سريان ديتو سريان ديتو اليوم نخدمه في ستمية وخمسين ألف لتر في اليوم معناها حوالي ثماشا مرة اللي بدين نبي خمسين ألف لتر في اليوم ما كانتش سهلة علش؟ كنت نخرج بداية كرئيس مدير عام مع آن ودو كوميرسيو تعرفش يقولولي لي كروسيس سعلي يودي منعرفوك في لينو خي ولمش تحطوا هذا توا انت خليت لينو خليت مارك خوية خلت ماركة خوية وان مش تحطوا هذا سعلي وشتية فيتالي خي ماركة فرنسوية؟ لا لا نقول مراهي ماركة تونسي خذناها من الفيتاليتي الحيوية وان مش تحطوه سعلي حطوا بحث فيتالي روتنج بتستحقوله فيتالي بعيد علينا ونقرار لينو حطوا بحث لينو سبعا كانت مش سهلة بدينها بخمسين ألف بدينها بنسير بالحليب وبس والزبدة بالطبع في القوارير ونفرقوا فيهم بالبالات معناها بالخمسمية تيترا وستمية تيترا بربي خوذ من عنا معناها عدك تقريبا هذا بربي خوذ حطوا بحثيك خلي ذوقوا العباد ويختار نتذكر أخي حمزة نهار خارج من القروان ويكلمني كوميرسيال يندام ينجان فيتا ويندام لا يذكرها بالخير سيقولوا يراني ما نجبش خرج اليوم ما تمش طلب وقتل ما تخافش أنا في القروان أنا مش نرجع للقروان ورجعت أنا والكوميرسيال ندوروا دورها ثانية كي نسمع للقروان بسيوار 10.000 إترا في النهار قطر أن أننا نكمش عن أسبايا لنبدأ بـ 50.000 في النهار تريدنا بـ 10.000 إترا 10.000 إترا 80.000 إترا كميون الإليوم فيتالي تخرج في 500.000 إترا حليب في النهار ومانج خالطينا أنا ريفة صدقني الطلب على أقل 600 و700 مانج لنا بدأ على خاطر أولاً خرجنا حاجة كاليتي. جودة. وكانت لربما والحمد لله كالباساج متاعي في لينو وتجربتي خدموني شوية. قولك عائي الكلابي عنده تجربة ويعرف كذا كذا. ثانيا العلاقات. ثالثان ما تجريش. امشي بشوية بشوية. والفلوس ما هيش هي الهدف فرا. اراه اهم شي وهدي ما نصائح نعطيها في آخر الحلقة للشباب. اراه كي تعمل البروجيه متحطش الفلوس قدمك. حط شنو مش تعمل انتي. شنو مش تقدم كإضافة. وعمل حاجة بها. وقدمها في ظروف طيبة. الفلوس بعد. بشي تجيب بتبعتها. الفلوس وحدها تجيب بعد. دونك اللي نجم نقلبه الآية. دونك بدينا بشوية بشوية. العام لول عملنا خمسين الفيترة في اليوم. معدل. عملنا عشرة مليون دينار شيفر دافير. بيسور مع نقمر بحناش فلوس العام لول. دونك وقت اللي بدينا. والحمد لله نخدمه في مئة وخمسين شخص. من كل شيء كوميرسيال وتكنيك. يوم نخدمه في ثمانية مئات شخص في المهدية. هاي. واكثر من ستمية شخص بسيقفة غير مباشرة على مستوى التوزيع في الولايات. دونك حوالي الف واربعمائة و الف وخمسمائة عائلة يعيشوا ديريكتمان من فيتالي. هذا الى جانب. هك الفلاحة الصغار تونجيهم اللي هم بعشرات الالاف اللي قاعدين خمع. دونك كيفاش تطورنا من خمسين الف الى ستمية الف. اي. اولا ساعة سوق. تحس سوق طالبك. رغم اللي ديفيكلتين بتاع العام لول العام الثاني تحس خير. العام مثال 6 عل اعملت الدبوس على الشمتابون حياتها. حساني تحس خير. بعد خمسين سنوات سبع سنوات سعل اعملت حاناتها. العالم العرورت هاي. نحن نتجہ ندفع سنبراك سنبراك رسيع البروجات سنبراك وليس سنبراك 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 ثم نحن نعلم و ن عارف جمع وتعامل رد العالمين بالكفل من 2.5 مليون دينار عام 1997 اليوم 30 مليون دينار رأس المال 30 مليون دينار والاستثمار من 10 مليون دينار أو 9 العام الأول إلى 120 مليون دينار وتعدلها من الحليب الباكو الدبوسة إلى الحيو الباكو إلى الزبدة إلى اليغرط بأنواعه إلى مشروب اليغرط أنا من هذي يا سعلي ناخد الفكرة متاع أنه راوزيدا من قواعد وصوص نجاح المشروع ما يلزمكش تستقني ما يلزمكش تاقف قال شو أنا سيطة وليت نبيع في الحليب طوى مليح وماشي أنت ها السوق السوق عنده قواعده أولا يلزمك تلبي الطلب يلزمك تنوع الطلب ويلزمك تدوا إنوفي إنوفي التجديد وهذا القواعد هذي خلاتنا نتعداه من شركة تعمل في 10 مليون دينار العام الأولى إلى شركة تعمل في 300 مليون دينار عام 2017 ماشر ثلاثين مرة رقم المعاملات تضرب مع قيمة قيمة مضافة لفالورة جوتة بحوالي ما بين 40 و 50 مليون دينار في السنة وهنا دقيقة بلاي لو تسمع على القيمة المضافة شنية خلق الثروة فما برش عبيد كنينجي ساعات نعم محاضرات طلب شنو ساعلي شنو معناها تخلق الثروة المؤسس منين تخلق الثروة هي القيمة المضافة والقيمة المضافة هو مجموعة القيمة المضافة هو اللي يعمل الدخل القومي الخام لبرودوية انتيرير بريد دونك القيمة المضافة اللي هي تمشي أجور وريمينراسيون دي كابيتال وريزيرف ومربيح هذ منين خلقناهم من المؤسسة هذا القيمة المضافة السنة على 300 مليون دينار رقم معاملات ثم حوالي 15% وهو الحد الأدنى لأنه علاش احنا عنا أسعار تتحكم فيهم الدولة لو جات الدولة ما تتحكمش في الأسعار نعم له 20% قيمة المضافة نعم له 60 مليار قيمة المضافة دونك 45 مليار هذيك القيمة المضافة وهذيك اللي تساهم في الدخل القومي الخام بتاع البلاد وهذا نعتز به ونتشرب به أن في ولاية المهدية اليوم تعرف الأجور أخي حمزة اللي نفرقه شهريا أكثر من مليار بالنسبة للمهدية برك ما تحضرش على الشركات متع التوزيع أكثر من مليار في الشر أجور دونك سيد لارجون انجكتي دون لاريجون وهذا اللي يخلي يحسن الدخل متع الجيهة ويحسن دخل ويساهم أنت حكيت هذا على الأجور برك ما حكيتش على الأداءات دي جالي تخلصوا فيها غادي عشرات المالين عشرات المالين داير لأنه احنا نلمدوا تيفا سعرنا نحن نجيب هالتيفا أو إذا كانت نحن نحن نجيب هالتيفا ما كنتم تنتج باش تخلق هالتيفا وندفعوا الأداءات للدولة واني من الناس اللي نعتز باش نكون ندفع الأداءات للدولة لأنه هذك الأداءات هي واجب وشرف تربيا بالنسبة للينا حليل كليبي هذي الكل برشة 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 إحساس تحكي فيه برشة طاقة تتكلم في التجربة متاعك وكأنك ما عرضوكش صعوبات وكأنه العشرين سنة هذي تعديوا عليك بالسهل بعد ما بديته تعديوا عليك بالسهل هالعشرين سنة لا مجس سهلين مجس سهلين دايوري لو نقول لك على الفترة العام والعامين اللي سبقوا البروجيت زوجتي كانت تقول لي رك تعبت وتعبتنا معاك قرر إما إيه ولا لا كانت ردد كبير وكانت معناه وقت اللي مشيت المهدية كنت نخدم واحد يا أخ حمزة معايا سائق السائق هو سائق هو معناها دي مارشال هو أسيستان هو أسيستان هو كوميرسيال هو كوميرسيال هو فاكماستر وكنت عامل في المكتر في داري الفوق بيرو مع دو بوات دارشيف دي باري آريفي واحد يعني قلت كان نحل سياج ونبدأ نخدم في الخدام ونصرف ولي ما عنديش من نصرف البداية كانت صعبة وخفت شوية لكن كانت عندي ثقة كبيرة أنه وقت اللي أن في دو بانترافاي أن برودي دو كاليتي دو سيرفيس بإذن الله نوصله ممتاز وكانت مزاحمة ميسهل لأني نزاحم في عملاق في القطاع متعنا صحيح واليوم أوليتو عندكم تقريبا ثلاث والاربوع الانتاج الوطني ما بين 20 و 25 في المائة حصة السوق متعنا سادي بانتي والبرودوي اليوم ما بين تقريبا الربوع الانتاج الوطني يجي من فيتالي واضح علي الكلابي وقصة فيتالي ومن بعد يجعطينا أكثر نصايح للشباب نصايح للشباب والغير الشباب للناس اللي تحب تبعث مشاريع للناس اللي تحب تنجح في حياتها موسيقى ترجمة نانسي قنقر